على طول هبقى واقف زي ما كنا بنتكلم على طول قبل بداية الفقرة في أزمة قالوا وهي اختلال مراكز قانونية أنا لو جيت عطلت هذا القانون الآن فأنا هفتغرد أن أنا رجل صاحب شركة ودكتور وليد هو صاحب الأخرين المراتي أشرف بيه هو صاحب العقار هيجي يقول لنا هرفع القضية وهطردك أقول له لا كل سنة وانت طيب مجلس النواب قال وقف الحكم الصائل اللي حصل ده وما فيش حد هيتطرد لمدة خمس سنين السؤال هنا طيب أنا في واحد جرنا في الشارع اللي ورانا اضطرد هنعمل إيه أقول له حضرتك مبدئيا أهلا وسهلا بحضرتك وسعيد جدا بوجوده مع سياد النائب وكل سنة ونطيبين وكل سنة والسادة المشاهدين طيبين ونظر الإسراء والمعراج المجلس لم يوقف حكم محكمة دستورية المجلس أساسا المجلس ليس من سلطته ما يقدرش يقف وقف المحكمة الدستورية لما أصدرت الحكم في 2018 أعطت مهلة لمجلس النواب السابق دورا عقد ونصف لكي يصدر هذا القانون بمجرد انتهاء هذه المهلة غلت يد البرلمان من إصدار أي تشريع متعلق بهذا الأمر كان في البرلمان السابق حدث خلاف كان فيه اتجاه متعلق بفتوى من مجلس الدولة وبرأي الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أنه هو كان عايز يضم غير غرض السكن للأشخاص الطابعية باعتبارهم أنهم متسويين في المراكز القانونية والأسباب الواردة في منطوء حكم الدستورية بتنطبق على الترافية حصل خلاف ما بين رئيس المجلس السابق والأغلبية وترتب عليها عدم إصدار هذا القانون بمجرد إصدار دور الإنعقاد انتهت المهلة وأصبح الحكم يطبق من تلقاء نفسه أمام المحاكم وليس من سلطة المجلس الحالي التصدي لتنظيم وليس تأجيل هذا القانون ولكن من أين أتت سلطة المجلس الحالي؟ من حالة الضرورة ظروف كورونا باعتبارها حالة الضرورة هي الأساس أو السند اللي استندت إليه الحكومة إن هي تعيد تقديم مشروعها لأن هذا المشروع هو ذاته بنفس أحكامه اللي كان مقدم في المجلس السابق ولم يقار بالتالي ففكرة الاستناد إلى الظروف القهرية الخاصة بكورونا لم تكن موجودة في الحالات اللي تم ترضاه دي حاجة بالتالي فما فيش تساوي في المراكز القانونية اللي موجودة بيستند إلى حالة الضرورة طيب هل القانون الجديد اللي صدر من مجلس النواب اللي بيعطي مهل خمس سنوات عطل لا ما عطلش لأنه هو لم يعطي مهل خمس سنوات هو فرض حد أقصى بخمس سنوات على افتراض أن خلال الخمس سنوات الجهة الشخص يبقى عارف أنه خلال آخر يوم في الخمس سنوات هيمشي فيدبر أموره قبل انتهاء الخمس سنوات هو مش مطلوب أن الخمس سنوات ينتهوا في مواطن تاني أو شخصية اعتبارية تانية خرج بالفعل من المكان اللي كان مؤجره بحكم المحكمة فأنا هنا أصبح فيه عندي اتنين مواطنين أو شخصياتين اعتباريتين في هذه الحالة عليهم نفس الوجبات أو عليهم نفس الوجبات ولاهم نفس الحقوق بس هذا يستفيد من القانون اللي صادر من مجلس النواب وهذا لا يستفيد منه مع حضرتك اللي خرج ده كان خارج قبل الظروف الاستثنائية اللي موجود دلوقتي بفرض الظروف الاستثنائية أنا أقول لحضرتك حاجة هل الإيجار يعني هل لو فيه مستأجر حاليا بيتعرق في هذه الفترة بيدفع إيجار معين الدولة يعني لو كان معجر من الدولة الدولة خفضت له الأجرب ومناسبة الظروف الاستثنائية إحنا في الظروف الاستثنائية السند الخاص بظروف الاستثنائية هو المبرر وهو السبب القانوني اللي أم بالقانون